حزين فقير خايف مش عارف تعيش حر مش عارف انت عايش ليه اصلا مش بتعرف تعبر عن مشاعرك قدام الناس وانا حتى تتكلم عنها قدام نفسك وانا يامك يا بطل افتح اي فيلم العادل امامة هتلاقيه تتكلم عن كل اللي انت حاسس بيه كل اللي عليك بس انك تاخد الجملة اللي قالها وتلزاها في اي مكان زي ما انت عايز اللي عادل علاج يقول ورايا فاحنا النهاردة جايين نسترجع مع بعض شوية جمال عظيمة من اللي قالها عادل امام في افلامه عبارات مؤثرة وفعلا مهمة بحقيقة هم كتير جدا فارب اللي نختارهم يكونوا موفقين وكويسي قالينا نبدأ باول حاجة كده على الخفيف والهادي في فيلم الحريف وهو جملة انا هلعى مع الخسرات انا هلعى مع الخسرات هي تقريبا الاشهر لعادل امام مستجمل كتير جدا فارس الحريف في اخر الفيلم بيتفرج على ماتش داير في الشارع والمفروض انه اخر ماتش هيلعبه فارس في حياته فبتيجي الجملة بالطريقة دي هتخليك لما انبطش اخلص وتلعب على اللي وليه مين اللي غالب واختار طبعا انا هلعب مع الخسرات همية الجملة دي تكمن في فكرة ازاي فارس واللي زيه بيواجهوا لحياة خسرانين كلنا خسرانين وبنلعب مع بعض عشان نحاول نفوز بأي حاجة ولما بتيجي لحظة الانتصار الأخيرة خلاص بيبقى زمن اللعب راح زمن اللعب راح وطبعا نغير تاني جملة في نفس الفيلم برضو ألا وهي ملعون أول فار ملعون أول فار صديقك وجارك الغالبان اللي على قد حاله وحرفيا مش لاقي ياكل ايفرقش عنك كتير انت كمان غالبان ولكن هو المسئولية جات عليه شويتين واضطر ان هو يقتل ويسرق وانت اضطر يتسلمه لاني ما كانش قدامك غير الحل ده وشايف قدام عينيك مراته بتعيطه وفي ايديها وفي ايديها عياله مش هيه في بالك غير جملة واحدة بس ألعون أبو الفار ألعون أبو الفار نروح بقى لمصنع الجمل الأيقونية ألا وهي ايه أفلام الخماسية وهنا لو عادنا نتكلم عن الجمل اللي تقلوا فيهم كلهم ممكن نفضل حد بكرة مثلا نتكلم يعني قد عندك الإرهاب وكباب في بتاع مليون جملة طيور الظلام الماسي كلهم مليانين جمل بالشكل دوت ولكن خلينا نبدأ بالكلام كده على هادي باردو عن فيلم اللعبة مع قوة أنا حسن بهناسي بهلول أنا المسكين في هذا الزمان أنا المحاط بالأوهام أنا الذي إذا جاء عنام أنا المخضوع بالكلام أنت حسن بهناسي بهلول أنت الغريب في هذا الزمان أنت الذي إذا جاء عنام أنت الموهوم فعلا بالكلام أنت اللي تسرقت أنا السرقت يا علي السرقت يا علي وبينتهي المشهد بالجملة الأعظم والأكثر تعبيراً وتساؤلاً عن نهاية كل ده وبتقول واخرتها علي سرقنا بكل الأشكال يا حزم كويس نابل هلو الأهرام لسه ما سرقوش عشان دي حجار أحزم هو لازم كل حاجة بلادنا تبقى حجارة عشان ما تسرقش يا علي حتى الحب وروح الحلوة السرق يا علي واخرتها علي واخرتها يا علي ولكن في النهاية أخوك علي بيموت فكان لازم تتحصر عليه بالأدادة الله أرحمك علي الله أرحمك ده نص غارين أو أخي وغلاب أوي بيموت علي ولكن بتبقى أحلامه عيشة معنا فكان لازم تنهي وتقولي أحلام 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 نروح بقى لنظيره لو هو فيلم الإرهاب وكباب أنا أكاد أجزم أني لو فتحت الفيلم وعدت أقلب تقليب عشوائي في أي دقيقة هتقع عليها أداية هتكون جملة أي قناية العادل أو أي شخصية في الفيلم أنا مطالبي أنا مريش مطالب ولكن رغم كل ده أنت خايف متهان مش عارف تعبر حبيبك في خطر وممكن يختفوا في أي وقت لمجرد أنهم نفسهم يعيشوا أحرار أنت وحبيبك مطالبكم بسيطة جدا ما تستحقوش كل ده فكان لازم تقول أنا زي زيكم بالزبط ماشي جنب الحيط راضي وقانع أنا مش طالب على الإنسان إيدي مش عازة هان مش عازة هان في البيت ولا في شغلي ولا في الشارع بتقلي دي مطالب لا يمكن أتعاقب عليها ولا أوضخ ولو لا فلما ما تلاقيش مطالبك بتتحقق وأنا عارف تعمل إيه بتقرر أنك تضب هديك أنت قلتها هانضبش ما هنا هانضبش يما نوصل للبر ونقف على لجلينا يما نغرق ما بش حالة تارت بس التطبيج ده بتقعف وظيفة لقيت حاجة تلهيك عن حياتك صحيح هتبقى عبد وطلع عين أهلك بس يلا أحسن من ما فيش تعاد عليك الأيام ويمكن السنين كمان وانت في نفس المكان بتاخد راحتك قوي وتدين نفسك وتلاقي عليك قصات حاجات كتير قوي عليك لحد ما بتزهق بتزهق من كل حاجة ولكن للأسف مش هتعرف تمشي فكان لازم تقولي زيتي حلو قوي ده حلو قوي بعد لما يزهق يقدر يمشي على طول أنا برضو زي حضرتك كده بقى كتير أزهق بس ما قدرش همشي لو مشيت لو طردت تخشوا ببعض أنا لو زهيت السجن عارفة ناس كتير تزهق بس ما تقدرش تمشي تموتوا يا زهق أنا أنا واحد منهم ولو هتكلم عن عمل بعينه ومش هكون ببارغ وانا بقول انه كل جملة مكتوبة فيه هي متفصلة على عادل الإمام بالضبط عشان تطلع جملة قوية ومؤثرة والكلام هنا عن مسلسل عن المسلسل الأقرب لقلب العادل الإمام ألا وهو أحلام الفضى الطائر الحياة والأحلام والعيشة والحب والمغامرة كلهم اجتمعوا في مكان واحد انت مش بتفرج انت كمان عايش معاهم وبتسافر مطرح ما بيسافروا وكل ده طبعا بيتم التعبير عنه على لسان عادل الإمام وخليني سيبك شوية مع بعض الجملة العظيمة من المسلسل ده وتقول ليه بتعبر عن نفسها مش محتاجة أي شرح مني طبعا القبر ده عصتنا أنا يا ملعا 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 تقفل عليها فده ليه لا الفلوس كل حاجة حسين حسين الدنيا عاملة زي سبع الخيل البناء عدم فيه حصان بيجري الحصان اللي جوه السبع لازم يفضل يجري سواء كسبان أو خسران لازم يكمل الحصان اللي بيقع ما بيرجعش يلعب تاني عمره ما بيرجع لأرض السبع حسين بيطلعوه بره علشان يجرع عربيات كره يديك أجرع عربيات كره حسين عزنا نفسنا من غير ما كن حاسس بقلق ولا خوف أنا أعرف حسين في حاجات حلوة كتير في الدنيا تبقى عايز تملكها وتليقى شرط قاسي عجزك تبضى طول عمرك نفسك فيها مش قادة تطلع يا أخي أنسى يا ولا يا حسين تقدر تنسى اسمك؟ طبعا لا كمان ما تقدرش تنسى أفعالك أفعالك مش هو بسجارة ترميها وتوس عليه حسين صعب صعب أهو حسين وبس تقدر تعتبر الحلقة الخفيفة ديت هي رسالة حب لعبارات عد الإمام في تاريخ السينما ويبقى كده عبر عني وهكذا عبر عد الإمام عني وعنك وعننا كلنا وبس كده دي كانت كل حاجة عندي الفيديو دوت وفيديو خفيف كده لطيف واحنا قاعدين برضو عشان في دقباطة في القودة عندي مش عارفة صاره أنا واقف ومش لاقي المايك بتاعي فبسجل بالتليفون واستحمل المسكة ديت يعني لما أغسل فبس يا صديق نならكم عن خير الحلقة جديدة وبس سلامت أصلاها مش قول مرة أخصر فيها لا عيش تبدو لها مرة أخصر لكن إن تبقى عايش ليه عايش عايش كده الوحدها ما تنفعش لازم تقول عيش عشان كذا وكذا وكذا ما عرفش